بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أخونا هذا قد أرسل رسالته ونشرناها في وقت سابق ولكن أصر على إرسال رسالة جديدة فيها معلومات أكثر تفصيلا وأرجعنا نشرها لأن التأسيس أولى من التأكيد والآن ننشرها بناء على إلحاحه يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين فهذه جزئية بسيطة تكمل قصتي مع الوهابية وتعبر هذه ما وراء سطور تلك القصة يعني يريد تفصل أو تبين ذكرت سابقا أني كنت بفضل الله واسع للطلاع على كثير من الفرق الإسلامية وكانت المكتب الشامل ميدان أبحاثي وقراءاتي في الكتب في شتى المجالات رغم صغر سني آنها وتأثرت كثيرا بالشيخ فتح الصافي رحمه الله حيث حضرت كل مقاطعه التي في اليوتيوب وكنت أبحث على أسماء الشيوخ الذين يذكرهم في مقاطعه وكنت أقرأ وأبحث عنهم وعن سيرهم الذاتية طبعا نالني الإعجاب بهم بسبب الأدب والعلم والتصوف وكنت أستغرب وأقول معقول أولئك المبتدعة أهل الضلال لا يمكن أبدا من أفنى عمره في الدعوة وطلب العلم أن يكون كذلك وكنت أرى دروس الشيخ فواز النمر وتعجب من كثافة دروسه وعلوه مهمته وذكره لشيوخه وكذلك لم أستسغ ضلال شيوخه فكنت حقيقة معجبا بعلماء الشام وحقيقة أصابني الانبهار الشديد عندما اطلعت على السانيد العلامة المحدث عبد الله سراج الدين وكان كلامه يدخل القلب عندما أسمع له وثم كنت مخدوعا من قبل ابن تيمية حيث سمى واسطيته بعقيدة الفرقة الناجية وكانت طبعا مخالفة لعقيدة الأشاعر التي كنت أتابعها من خلال شرح الجوهرة للشيخ فتح الصافي رحمه الله وكان الشرح مبسطا جدا فكنت محتارا حقا إلى أن وصلت إلى نتيجة وهي إما أن ابن تيمية على خطأ أو كافة علماء الأشاعر كالبيهقي والغزالي والرازي وبن عساكر وغيرهم على خطأ فكنت حقا في حاجة لإجابة علمية ليست دبلوماسية تجعلني أدور في تلك الحلقة بل تكون علمية مبينة للحق بعيدة عن الزابقية فسألت شخصا من أهل العلم كما ذكرت في الفيديو رقم 21 يعني من هذه السلسلة وتبين لي خطأ بنت تيمية والحمد لله على كل شيء الفضل منه وإليه إذ لا حول ولا قوة إلا بالله وأعتقد الآن أن ليست الإجابة قط كانت سببا للرجوع الحق بل هناك سبب أعظم بكثير وهو أنظار الأولياء فقد ذكرت سابقا أن هناك رجلا من أهل العلم والتقوى هو من السادة الشاذلية كان عليه نور يجذبني إليه حتى في المسجد حينما أنظر إليه وأنا في الصف الأول وأوجه نظري إليه وهو ورائي فكنت لا أشبع من النظر إليه حقا حتى أحبني وممكن هناك أولياء سبقت نظراتهم إلي حيث كنت أحب الرجال الذين هم من أهل الهند والسند وكنت أختلط بهم كثيرا لأنني من بلاد الخريج لأنني كنت في بلاد بلاد الخريج وحينما كنت متأثرا بابن تيمية وأفكاره كنت أنف الجسمية عن الله الفطرة هكذا يا أخي قولا لكن كنت أحمل بعض النصوص على الظاهر بسبب عدم علمي بالمجاز ولغة العرب كذلك المنهج الوهابي يجعل العقل سطحيا ويجعل الإنسان هكذا وكلام خطاب بوعظي وكذلك كنت أقرأ في قواعد العقائد للغزال وكنت أوافقه وأوافق الأشاعر في بعض المسائل لكن كنت منتظرا القول للفصل في تحديد أهل الحق والحمد لله رب العالمين وله الفضل علينا على أن جعلنا نتعرف عليكم وقد تعلمنا منكم الكثير فكنا نبحث عن شخص مثلكم يتكلم في جميع المواضيع وأخيرا نسألكم الدعاء لنا بالفتح فتح الله عليك والتمكين مكنك الله وإيانا وجميع المسلمين وجميع الصادقين المخلصين المحبين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأخيرا نسألكم الدعاء إذننا في كولية الطب العام وعندنا النية في تعلم العلوم الشرعية بعد انتهاء من دخص الطب فتح الله عليك فتوح العارفين ونفعك ونفعك أنظار الصالحين ها الأولياء يعني يتصرفون في الكون وهؤلاء آلهة مثل الله تعالى وأنتم تعبدونهم هذه أو خامعة في عقلك عششت في عقلك ثم باضت وفرخت لا الأولياء رضوان الله تعالى عليهم في أعلى درجات قربهم من الله جل جلاله وسيدهم على الإطلاق سيد الأولياء سيد على جبريل وعلى ميكايل الإسرافي هؤلاء سادة الأولياء سيدهم من؟ سيدنا محمد وسيد السادة طبعا أنبياء أفضل الأنبياء أفضل من الملائكة قطعا وأفضل من رؤساء الملائكة يعني رؤساء الخلق خير من رؤساء الملائكة ورؤساء الملائكة خير من عوام الخلق وعوام الملائكة وعوام الخلق في خلاف المسألة سيد الخلق هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات قربه لا يعد أن يكون عبدا وفي أعلى مقام التقريب الذي لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب كان عبدا سبحانه الذي أسرى بعبده وسعي الصوفية الحثيث لتحقيق العبودية إذا أردت طبعا تعرف الصوفية لا توعد أوصلها أبو نعيم إلى أكثر من ألف نقولك التصوف ما هو أن تتحقق بعبديتك وأن تحقق الألوهية لربك فأنت عبد وهو رب فالرب رب والعبد عبد هذا التصوف أن تعلم حقيقة عبوديتك وأن تؤمن بحقيقية ربوبيته سبحانه وتعالى وتصدق وتسعى لهذا الأولياء أنظارهم نعم يا أخي ماذا يعني أنظاره ينظر ليك هكذا سبحان الله وهذا النظر ماذا تنفعه يتوجه إلى الله بقلبه أن يصلح شأنك هل عليه دليل من الكتاب والسنة نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك إيهو الله يا أخي ما دعا سيدنا رسول الله ما قال اللهم اجعل الكعبة الشريفة قبلتي وكذا قد نرى تقلب إيش هذا إيش أنظار الصالحين هذا سيدهم قد نرى تقلب وجهك في السماء الجواب ما هو فلنولي أنك لذلك قالوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان وجيها أكثر من موسى موسى ماذا قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أزري وأشركه في أمري أجاب الله دعاءه ووصفه الله وكان عند الله وجيها صاحب جاه بجاهه جعل جعل الله أخاه هارون نبيا جاه سيدنا محمد بالنظر وهذه وراثة وراثة في أولياء أمته أولياء الله هكذا أخذها من سيدنا محمد رسول الله ينظرون فالله يجيب دعاهم سبحان الله يا أخي ما نحفظ من الله رأينا يا أخي ولا رأينا والله يا أخي رأينا وعن قريب رأينا ومرات لا توعد تقضى حوائجهم برفع حواجبهم تقضى حوائجهم ما أعجبك اضرب برأسك أعلى جدا هذا الذي حصل ماذا أفعل لك هذا الذي حصل شرك لا مش شرك عبد كيف عبد أشرك عبد عبد هذا الولي الكبير الكبير في أعلى درجات قرب يكونوا عبدا نحن نعبد هو يتوجه له هاشة من هذا الذي يصل فيه مقام العبودية غير الرب العزيز سبحانه واجب الوجود والباقي ممكن ليش احنا شاعر ندرس العقيدة اش يعني واجب الوجود يعني ذاتي الثاني مفتقر مفتقر لا يصلح أن يكون ربا معبودنا جل جلاله غني عن المكان والزمان والأشخاص والأعوال فيصلح أن يكون إلها فأنظار الصالحين أنظار الأولياء مثل هذه إيش إيش مثل قضية سيد عائشة أرى ربك يسارع في هواك ليس الصالح ليس الصالحون فقط حتى من كان في سلكهم تعرف هكذا يكثر سوادهم يعني وإن لم يكن منهم يش يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة نحن من هالمعاصي نسأل الله أن يتوب علينا لكن أحب الصالحين وننصرهم فالله ينصرنا بهم مرت عبارة في تفسير بيضاوي كذا وكذا لا أريد أن نذكره الآن ذكر شيئا من الطعام أقول إيش هذا كيف 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 نراه يعني لغة فارسية أيضا هو أصلا بيضاوي فارسي وما يشرح عبارة حاجة بقيتها كذا يوم يومين أيام معدودة فكرت في هذا الموضوع كثيرا يأتي واحد من طلابنا من أهل العلم والفضل في منطقة جرجان في إيران يتصل يقول تسمح لي آتي قلت لا تشرف بك ظننت له حاجة وأنه في إسطنبول يزورني قال لا والله تفضل أهلا وسهلا جاء إلي يحمل بيده هكذا قطعت حلوة صغيرة وهذا بيهما نفس الشيء الذي أرأيته في تفسير بيضاوي كيف حصل هذا والله أنا لا أدري كيف حصل قصصتها لبعض الصالحين فضحك يبدو أنه يرى هذا كثيرا لكن هكذا إشاراته أن هذا يراه كثيرا فنحن نمشي معهم هكذا يعني يقول إيش وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة فنحن هذه من رائحة طيبة لا والله لسنا منهم لكن معهم بإذن الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه نحن معهم بلا شك قلبا وقالبا وجسدا ولساننا وقلبنا وعقولنا وطاقاتنا في الدفاع عن أولياء الله حبا في ذات الله تعالى لذلك الله سينصرنا نعم إن لم ينصرنا في الدنيا سينصرنا في الآخرة لكنه سينصرنا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى إكراما لسيد الأولياء وإمام الأصفياء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظننا بالله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر